اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن قطاع غزة أصبح جحيما على الأرض أكدت الوكالة أن العمليات العسكرية والقصف يشكلان تهديدا مستمرا لمواطن قطاع غزة داعية إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار لإنقاذ أرواح المدنيين حذرت الوكالة الأممية من أن العمليات العسكرية والقصف المستمر للمساكن المأهولة بالمدنيين يشكلان تهديدا مستمرا وهو ما يضطر السكان إلى النزوح والانتقال لمناطق مقتضة وغير صالحة للعيش مشيرة إلى سهداف خمس مدارس تابعة للأمم المتحدة في الأيام العشرة الماضية منوهة إلى نحو سبعين في المئة من مدارسها في قطاع غزة استهدفها لاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي جحيم على الأرض حيث لا يستطيع أحد العصور على الأمان بهذه الجملة الكاشفة وصفت وكالة الأمم المتحدة لغوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنرواء وصفت قطاع غزة المنكوب فبعد 285 يوما من القصف المستمر وسقوط عشرات الآلاف من الأطفال ما زالت الأنرواء تناشد بوقف إطلاق النار وما زال العالم متواطئا مع القتل الممنهج للمدنيين عاجزا عن كبح جماح آلة القتل الإسرائيلي المتوحشة بعدما أجهزت على أكثر من 38 ألف شهيدة وأصابت أكثر من 100 ألف غالبيتهم من النساء والأطفال نايمين وقدينا وروح نايمته عشانا ننصحنا ننطشش ما نايمته خلص عليه سكرت الباب الله هو الحمام التنزي الحمد لله هي حرب لا هوادة فيها ولا تكافؤة أو قل عدوان من محتل غاشم يعمد لإبادة كل ما يذكره بأنه سارق للأرض والأرواح لذا هو يستهدف الملاجئ والمدارس التي تؤو النازحين بالرغم من تأكيد الأنرواء على تقديمها باستمرار إحداثيات هذه المقار للاحتلال الإسرائيلي حتى يتجنب قصفها أو الاقتراب منها إلا أنه يعتبر تلك الإحداثيات خرائط تدله على الطريقة لقتل أكبر عدد ممكن من الأطفال والمدنيين أما الذين تهدمت منازلهم فوق رؤوسهم وأفروا للخيام بما تبقى من ذويهم فقد قام المحتل الإسرائيلي بحرق خيامهم ليلتحف العراء في مشهد تعجز الكلمات عن وصفه ولم تشهد البشرية له مسيلة بينما العالم يشاهد ببرود أكبر وأفدح سمن يدفعه الإنسان قراء تمسكه بأرضه ووطنه نقولوا عنه مكان آمن وإحنا قاعدين بنفتر إلا سمعنا صوت اللي هي حزمات ومع إلا الخيمة وقعها رأسنا نلعب في الخيمة ودينا جخصها ودينا مسكتنا ودينا طلعاتنا برا شوفنا الصواريخ من حوالينا وأحنا منلعب وبالرغم من كل هذا الظلم البين الذي اجتمعت عليه الدول العظمى لاستئصال بذرة شعب من أرضه بالتواطئ تارة وبالتعتيم وبالصمت المسيس تارة أخرى يقف الفلسطينيون الصامدين وقد أيقنوا أن لا أحد يستطيع انتزاعهم من أوطانهم حتى الموت ولا غرابة في ذلك فهم الشعب صاحب الأرض ترجمة نانسي قنقر